اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى والان جاء موعدنا مع فقرتنا الدائمة في مقرها الدائم والجديد حيث خالد البرماوي واقفا لاعبا باصابعي كشفا لنا عن اسرار السوشيال ميديا اهلا بك ايوها اللاعب ايوها اللاعب انا حاسة انه سعيد انه مزنبك اهلا يا انا وصلت وقتك جدا مبروك عليكم طبعا مبروك علينا ورغم ان ربنا وسع عليكم جامد جدا لكن انت وزن ايدي في الكوردنر دا وتواقف بديك شاشة بتلعب بصابعك يا حبيبي انت كنت ايه ممكن ان تتكلم زينا اعرف ايه صباح الخير ومساء الخير طيب خلينا نتكلم النهاردة على ايه الحاجات اللي اهتمت بيها الجماهيرة على الانترنت هيكون معنا زي كل يوم مجموعة من الاخبار لكن كمان هيكون معنا بعض القصص وبعض حاجات فيها على الجرافيكس ومن خلال الشاشة هنبص على مجموعة من القصص يلا بص بصورة طيب عندنا ايه عندنا اول قصة ليه علاقة بالبلوجرز كلنا عارفين فكرة المؤثرين وتواجدهم النهاردة درايب نزلت قرار بخطوتين اول حاجة على الناس اللي هي بتشتغل بلوجرز او يوتيوبرز او الناس اللي هي مؤثرين زي ما بيقولوا التوجه ليه مأمورية الدرايب درايب الدخل ده لو هو دخله اقل من خمسمائة الف جنيه على مدى السنة لازم يفتح ملف ضريبي ودريبة الدخل اقل ولا اكتر اقل اللي بقى ازيد من خمسمائة الف جنيه طوال السنة يدخل على ضريبة تانية اسمها ضريبة القيمة المضافة على اساس ان ده بينتج محتوى ايه يبقى حاجتين لو انت ضريبك او دخلك اقل من خمسمائة الف وبتصنع محتوى على الانترنت هتبتعمل حاجة اسمها ضريبة الدخل بطاقة ضريبية ازيد من كده تخش في القيمة المضافة تعالوا نبصوا على ردود الفعل اولا عندنا في ميكس ما بير ردود الفعل الناس مبسوطة وناس منت مبسوطة عندنا مثلا دكتور احمد مختار بيقول الناس اللي عمالة تقول الدولة قدمت ايه للناس دي عشان تاخد منها ضريب طيب ليه ما بتسألش نفسك ليه الدور ضريب دي دخل على الناس بتفتح نشاط في محلات بقالة في محلات حلاقة والناس دي بتشغل عمالة وبتشغل وظائف كتير وبتدفع ضريب عندنا رأي تاني من خالد مورجان بالايكون بتاعت زرزور بيقول لك ايه احسن عشان وشلناك كلمة دي اللي قاعدة تقلي كفتة فقضت النوم والرجال اللي قاعدة تصور اهل بيتها ولا عندهم كذا وكذا طيب نبص على تقالية تاني اه ده بيتكلم بقى على الانفلونسر في بعضهم بقى امانة وفي ناس قالت لك ده قرار في مكانه اللي ينور ونسألت لك ده قرار ممتاز شكرا لمصلحة الدرايب على رأي عبد الرحمن الباس لكن في ناس عندها رأي تاني بتقول فيه طيب خلاص الدولة توفر لنا انترنت زي الناس عشان تاخد درايب بدل الانترنت بخدمة محترمة عشان الناس تعرف تشتغل لكن الخدمة تيت تيت وبيقطع اكتر وبيشتغل اكتر ويزبط الانترنت يعني باختصار قبل ما تتكلم على الدرايب اديني خدمات وحسن الخدمات عندنا برضو عماد السيد برضو بيقول فعلا قرار ممتاز ويا رب يكون الضريبة على الناس طيب ماشي ناخد القصة اللي بعدية طب انا بس هنا فيه جرافيك لو كنت بسألني خيري على هم دخلهم كامل عالميا بس عشان تبعي عارف السنة اللي فاتت دخل المؤثرين 13 مليار بوينت 8 يعني حوالي 14 مليار دولار طب دعا مستوى العالم عندنا احنا بقى عندنا شوية ارقام هنقولها في حلقة مخصوصة هنعايزين حلقة نتكلم عن البلوجرز بيشتغلوا ازاي بيصرفوا ايه دخلهم ايه صناع المحتوى دول بيبزلوا جهة يعني احنا مش عايزين ناخد التافه واللي بيقدموا محتوى سفيه في زي الناس اللي بتنتج محتوى ليه قيمة وهم هم عالميا بيتقننوا عندك استراليا عندك انجلترا عندك الفلبين لسه مفيش من اسبوعين ثلاثة عندك في امريكا طبعا ضرائب بس ايه المشكلة كلها ايه ان الضرائب دي بتتحسب على ايه على الدخل اللي بيجي لك من المشاهدات بس المشاهدات دي في اي دولة فقصة كبيرة بقى يعني انت لو جالك مشاهدت من امريكا فأمريكا تقولك الديني ضرائب على الجمهور اللي دخل من امريكا فاهمني لو جالك ضرائب جمهور من اسبانيا غير طيب دعا نبص على القصة التانية ودي قصة انفرضت بيها حديث القاهرة قبل اربعة وعشرين ساعة اثناء البروفات كنا على مه اه والله انت لو تفتكر في البروفات كنت حاطسا معه وشغالين كان مؤتمر صحفي لشركة تويتر العالمية واحنا كنا موجدين في المؤتمر واطلقوا مجموعة من الاخبار تعالوا نشوفوا ايه الاخبار اللي اطلقتها تويتر اول حاجة اطلقوا منتجات ليه علاقة بغرف الاستماع والنيوزليتر ان المستخدمين يقدروا يشتركوا في بريد اشتراكات على المستخدم يعني خير ممكن يعمل محتوى ويقول يا جماعة لو حد عايز يشترك في المحتوى ده يعمل اشتراك وهيجيلوا اشعار ويجيلوا زي فكرة اليوتيوب يا وده بفلوس ولا لا لا الاشتراكات مش بفلوس وهم حتى بيقولك ايه بيقولك انا بحول الفولورز لفانز الناس اللي بيتابعوا يتحولوا الى معجبين والمعجبين الى داعمين بالفلوس اللي فيه فلوس جايهو اللي فيه الفلوس التبس ما قولتش الكلام ده قبل ما يتطور الدكور ليه ده شغلة حلوة بقى فيه اكراميات عارف التب اللي انت بتدفعه في بعض ال بقى فيه اكراميات تقدر تدفع وتدفع كمان بالبيتكوين ودي الاول مرة تحصل لانه يمكن تدفع بالبيتكوين تالت حاجة فكرة السوبر فولورز اوكي ان انت بقى فيه متابعين يقدروا يشتركوا ويدفعوا فلوس يعني ممكن كريمة تعمل محتوى خاص كواليس لقاءات برامج واللي مجموعة من المتابعين ويدفع فلوس اللي بقعده بسرعة عشان عملينه يلا تاكتس ممكن كمان تعمل غرف ويبقى فيه تذاكر جلسة وحلقة نقاشية فاكين كنا بنعملها من شهرين ثلاثة غرف على كلوب هاوس بالزبط بقيت متاحة هو فيش ارنامج موجود بالفعل على تويتر تويتر سبيس طيب عندنا كمان بعض الناس بتعمل منشن وتقدر تلغيها ساعات ما ساحد يضيفك تقدر تلغي الاضافة عشان محدش يدخلك في محادسات وتقدر تعمل فلتر كمان بالكلام انوى القصة ملينة تفاصيل القصة اللي بعدها هتعجب كريمة قوي هيتطبق من امتى الحاجات الجديدة بتاعة تويتر دي دي فيه حاجات قريب تطبقت وفيه حاجاتها تبدأ تطبق في امريكا في الاول ثم لاحقا تبدأ تطبق في دول تاني انت عملت دلوقتي انت بشيت من هنا اللي هنا كنت تعرف تعمل دا وانت قاد براح بقى عيش اه شفت بقى ايه دا بقى تبتيجي طيب طيب ده فيديو هعملكم اختبار فيه ده منتشر على الانترنت على صفحة ايدانتتي ماجازين وعامل حوالي مية مليون يا ربي وثمانية من عشرة في خلال يوم بيكلم على بدايات الممثلين اه زي بدايات المغنيين اه خلاني نبص عليه ونعملكم اختبار على مين الممثل دا لو انت كبير ما كنتش عارفهم بقولينها عشان لا انا عارف بعد ما شفتهم لان فيه انت بتتكلمي على اكتر من ممثل كريمة تعالي بص عليها تقريبا تقريبا الشاشة زي الشاشة تحسدت يا خايش دي الشاشة تحسد عبارة ما تجهز هنبص على حفلة تانية برضو فيها مزيكة مين تامر حسني تامر حسني قال نصة ايه ان اول حفلة اجمل حفلة شفتها في حياتي كانت في اسكندرية ايه القصة تامر حسني كان في اسكندرية وعمل حفلة في كلية اداب جامعة الاسكندرية وتقريبا دي اخر حفلة ليه في الصيف او قبل اخير لانه عنده حفلة الاسبوع الجاي في تجارة والتعليقات اللي كانت موجودة دي عامل قلبان في الاردن اه في جرش والا قبل ايه علشان في حفلة هناك وتذكر اغل طيب عمر ديابة انا اسف عمر ديابة عامل ازمة كبيرة هناك السور وطالع بلاك وفي جماهير كتير والمعجبات بقى مش اقول لك ما شاء الله تتوقع ايه دول بشر اه ما شاء الله ما عندهمش كورونا كتير لا 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 قلبوس ما فيش جرس ولازقين في بعض اللازق المنايلة ديد دول خلاصوا كورونا وخلاصوا كل الفيروسات شو بقى لقلوب بقى طبعا لا بس فيه سيطرة جامدة الحمد بالله ده تعليقات الناس طبعا توتا دياب بتقوله اوكي وهو بيقول حتى كمان بيقولك من اجمل حفلات حياتي وكل تحياتي كل تحياتي وشكري لشباب كلية اداب جامعة اسكندرية طاقة رهيبة وبيوعد ان هو مع السؤال الاهم كل دول هيتخرجوا من اداب يعملوا ايه ما هي كل الاختام اذا كانوا دول طلاب كلية اداب لا وظائف كتير هيحضروا حفلات كتير عندنا خبر حلو ده محمد محسن محمد محسن وهبا مجدي اعلنوا عن مولد ابنهم الاول والمولود التاني كان عندهم دهب ثم دهوقتي بقى عندهم موسى الحمد لله رب العالمين اكرم لربنا ورزقنا مولود التاني بعد دهب وقبل عندكم جميعا وقال الاية القرآنية بتاعت والقيت وعليك محبة مني ولتصنع على عيني الاية اللي قالها سيدنا موسى وقال لربنا سبحانه على مخاطب سيدنا موسى وبعدها هيبة مجدي رغم انها ماسك كان بقى لحوالي عشرين يوم منقطع عن الانستجرام لكن عملت برضو ستوري وبلجت الناس موسى القصة الاخيرة بقى هي كوكتيل ما بين الماتشات الرياضية النهاردة وده كان يعني قبل ما ندخل على الهواء كان انا وخايري مسكين موبايل وعملين بالموسى على المباراة اللي كانت موجودة ايه المباراة اللي كانت موجودة النهاردة وإيه الحاجات الحلوة اللي فيها طيب عندنا اول ماتش كان منشستر يونيتد وآستون فيلا والحمد لله أستون فيلا كسب واحد سفر واحد سفر وضيعة ضربة جزاء في الوقت تبدلت ده كانت بس 92 ونص ده الجود نيوز واليوم مليان حاجات حلوة ليفربول للأسف اوكي اه للأسف ليفربول اتعادل وماتش كان درامي طبعا الحلو فيه ان محمد صلاح جابت جوني رقم 100 على مستوى لعبه في ليفربول ايه مش حلو فيه ان هما كان عندهم فرصة يجروا بعيد عن تشيلسي وعن منشستر يونيتد لكن هما لازال مركز الاول لكن بفرق جون اتعادلوا 3-3 كانوا متقدمين للديها 85-3-2 هما دهاتي لأ مع منشستر يونيتد انا فاهم لا انا بكلموا الماتش النتيجة الاهلي وامبي صلاح محسن الحمد لله قدر يعدي بالاهلي نزل وقعد 4 دقايق وعدة وتقريبا انقذ يعني حسن ما بيتقلي يعني انه انقذ لا بس عايز اقولك الاهلي كان شكله حلوى قوي لكن كان غير موفق في احراز الاهداف لكن كان النهاردة فرق مستوى من مباراة طلاع الجيش السماء والارد اتشدوا تقريبا الفلوس ده بس انا عايز اقولك طيب الفيديو اللي انا وعدتكم به فين بدايات الممثلين وعايزين يشوف بقى رأي كريمة في اول سورة مين ده بس نبدأه الاول عدل امام طبعا طبعا لا مع مين هو بس يشتغل وانا طيب او او ما ده اللي تبتدي بكريمة ما تبتدي بخير مين ده بقى محمد امام ده محمد امام اه لا اه ده محمد ولا رامل لا حلوى السؤال ده لا رامي اه كده ماشي اه فيه لان الناس لا بيقولولي لا ده محمد طيب لا ما هو الناس الناس على السوشيال ميديا عملوا تعليقات كتيرة على القصة دي اه اوكي لان الناس بدأوا يصححوا بعض المعلومات الناس ده مكون مذاكرة اه الناس مذاكرة كم التعليقات والتصويب اه على السوشيال ميديا على اللقطات دي مش بسيطة انت بتتكلم على طاها مثلا دي كانت ايام طفولتنا واحمد زهر بدأ في المسلسل اخذ بالك من طفولتنا اللغة في الكتابة الجيل الجديد بتاع العربي اه انا يعني ليه طفولتنا طفولتنا بس بيكتبوا زي ما بينطقوا احلى يعني انا زعنا منك اتارة احلى ايام وفيه تصويب عمتا بص انت لما تيجي تبص على التعليقات دي تشوف كم الناس مذاكرة يعني صوابه فكرة احمد السق 87 قالك لا ده 97 اه وصوابه حاجة تانية ليه علاقة بمحمد عدل امام قالك لا درامي عدل امام بعدين كدوا على البقائين كمان بداياتهم ايه قاعدوا يفكروا الناس بالناس اللي مش موجودة في الفيديوهات بس ما قلتش معلوماتك الفنية واضحة كريبة خالد السياسية اعلى خالد البلموي واقفا اداء رائع ليك طلع على الشاشة مختلفة ساعدنا بيك خد الشاشة في ايدك ومتطالة ونطلع احنا كمان فاصل وبعد الفاصل نستقبل تجربة جديدة شابة جديدة هي بنتي يعني اشتغلت معايا وهي صغيرة قوي كانت بريديوسر رائعة ولكن كان عندها موهبة خاصة جدا في الغناء ما كناش نعرف فجونا بيها رغم انها من بيت فني دي بنت مين دي بنت الموسيقار الماسترو امير عبد المجيد وفي كواليس في القصة هل الماسترو كان مرحب قوي بان عبيدة تغني ولا لأ ولأ ليه وقال ليه احنا معانا عبيدة هتسمعوا صوت وحتسمعوا تعليقات من نجوم كبار وهي بتغني لهم بيقولوا ايه على صوتها جزء خاص فقرة خاصة جدا بعد الفاصل موسيقى